أغنى عشر فنانين في مصر بالترتيب بعضهم تحسبهم فقراء وستندهش من ثروتهم الطائلة في المرتبة العاشرة الممثل أمير كرارة تقدر ثروته بثلاثمائة مليون شنيه مصري أما في المرتبة التاسعة يأتي مصطفى شعبان تقدر ثروته بأربعمائة وخمسين مليون جنيه مصري وتحتل المرتبة الثامنة الفنانة ياسمين عبد العزيز تقدر ثروتها بخمسمائة مليون شنيه مصري وفي المرتبة السابعة الفنان أحمد السقة تقدر ثروته بستمائة مليون شنيه مصري والمرتبة السادسة فهي للممثل أحمد حلمي تقدر ثروته بثماممائة مليون شنيه مصري أما الممثل كريم عبد العزيز فهو يحتل المرتبة الخامسة بمليار جنيه مصري المرتبة الرابعة رامز جلال تقدر ثروته بمليار وخمسين مليون جنيه مصري المرتبة الثالثة للممثل أحمد عز تقدر ثروته بمليار ومئة مليون جنيه مصري والمرتبة الثانية للممثل محمد رمضان تقدر ثروته بمليار وخمسمائة مليون جنيه مصري أما المرتبة الأولى فهي للفنان القدير الزعيم عادل إمام تقدر ثروته اثنين مليار جنيه مصري